حل الصباح وعلى أم نذير ترتيب غرفته فهكذا دأبت منذ صغر سنه لكن نذير ذلك المصور الصحفي اختطف بينما كان ينجز تقريرا تلفزيا في أشدابيا الليبية رفقة زميله سوفين الشورابي منذ 2014 كل الأطراف لا تعلم مصيرهما باستثناء داعش فقد سبق وأن دعا أنه تم تصفية الصحفيين الاثنين وسمعوهم في مقاومة الأرهاب لأول مرة معناها فما تنفيسة فما تحرك حسيت لي فما تحرك فما شكون يسمعك على الأقل لروا ما كانوش يسمعونها باتاتا يعني متهمهم مش القضية دي حياته حريت نذير وصفيين ما هيش من مشمولات ومتهمهم مش وآخرهمهم حياتنا دي روصفيين لأم سونية تصدق الروايات فيلم سبرني أنا توليني نشوفيه نشوفيه عايشة معايا في الدار يتحرك ويمشي وجيه ونحط طاولة نحط له صحن ونحط له بغرفته ونحط له كاس ونحط له كرسيه ولم وكأنه موجود ولا رفيق طفولة نذير ولا ما ترك الإبن البار قبل خروج العودة منه ما زالت منتظرة بلغ نذير من العمر ما يحتم عليه الزواج هكذا تتحدث والدته كل ركن يحدثك عن ذكريات الإبن الأكبر لا الأم تنسى ولا التفاصيل تنسى هاي الأم سونية تواصل رحلة الجهاد في سبيل تحرير ابنها تقول إنها حرب وإنها لمنتصرة عليش أنا منجمش نخليه منجمش روض نارو كبد رو أغلى من الروح